السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدين في كل مكان أهلا بكم لموجز الأنباء تأسف رئيس الوزراء البريطانية السابق توني بلير بلندن للوضع السائد في ليبيا وصفا نياه بالفوضى التي تضرب استقرار كل ما يحيط بها باستثناء الجزائر وخلال ندوة تمركزت أساسا حول أخطار الإسلام المتطرف تحت عنوان لماذا يعتبر الشرق العوسط مهم أوضح ممثل ربعية دولية من أجل الشرق العوسط أن الجزائر في منأ عن تأثيرات أحداث ما سمي بالربيع العربي لأنها شهدت نزاعا سببه الإسلام المتطرف الذي تسبب في وفاة آلاف الأشخاص حسبه ودعى توني بلير إلى العمل بالتعاون مع البلدان المسلمة على إصلاح معمق لبرامج التعليم في هذه البلدان مع إعطاء مكانة أكبر لحقوق الإنسان والتفتح على الآخرين في شأن سياسي انتقدت لجنة مراقبة الانتخابات تصريحات التي أدل بها بعض أعضاء اللجنة حول ظروف سير العملية الانتخابية التفاصيل مع مونة مالك نحن لم نتصدر من طرف اللجنة لا عن طريق لا باسم أعضائها ولا كلجنة ولا أي تصريحات لحد الآن تعلق بقضية المسأل الانتخابي لم يصدر من عين اللجنة واللجنة كذلك هي مسؤولة ومزاة مسؤولة واللجنة راه منسجمة وراه تعمل في ظل انسجام ولكن شارتها أن نحترم الديمقراطية أولا فيما بينتنا ونحترم كذلك قواعد المهنية نحترم كذلك الإجراءات التي جبها نظام الداخلي ولعلام أظن أن كل أعضاء اللجنة ستقع لها وبالتالي نحن سيكون في الطريق إلى غاية إن شاء الله الاجتماع النهائي اللي سيكون فيه مداولة رسمية من أجل التقيام النهائي والذي سيوضع لدى الهيئة المعنية ولدى الجهة الرسمية أكد وزير الدولة ووزيرة الداخلية والجماعات المحلية طيب بلعيز أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن تجاوزات أفراد الأمن خلال أعمال شغب التي وقعت مؤخرا بيت زيوزو هي استثنائية وأفعال معزولة وأوضح بلعيز في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قدته إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميس بالعاصمة أن أسلاك الأمن تشبع ومقيد في جميع تدخلاتها بقوانين الجمهورية حيث أمر مدير الأمن الوطني عبدالغاني هامل مصالحه بفتح تحقيق حول الفيديو المنتشر عبر الانترنت والذي أظهر استعمالا مفرطا للقوة مع بعض المتظاهرين التغطية لإمتسام مستعمة هناك تجاوزات هذه التجاوزات هي معزولة وفردية وأعتقد أن السيد اللواء أمر بتحقيق وتحريف الموضوع وأعتقد أنه توصل مبدئيين كعملية احتياطية أنه أمر بتوقيف الأشخاص والتحقيق ساري وجاري إذا ظهرت أن هناك حتى بداية أدلة سيقدم هؤلاء الناس إلى العدالة كبقية المواطنين ونترك العدالة تأخذ مجرعة ولا يستطيعي كان أن يتجاوز القانون ولا أن يمس كرامة مواطن أو شرف مواطن الرجل الأمن في جميع الأسلاك الأمن هو أول يحترم القانون ولذلك حتى ولم تكن هناك شكاوى ورعى المسؤولون أن شخص أو أشخاص معينين تجاوزوا القانون أو تعدوا على القانون أو مس كرامة الإنسان أو المواطن أو شرفهم لا بد أن يتدخلوا هناك عقوبات إدارية كما تعلمون وإذا كانت هذه الأفعال توصفوا بأفعال جنائية من سلسل قانون العقوبات كذلك يقومونهم بتقديم شكوى ضد هذا أو ذاك استنكر الأئمة وشارع الجزائرية تصريحة الأخيرة التي أدلى بها وزير شؤون الدينية والأوقاف أبو عبدالله غلام الله حول الرقية الشرعية والتي لا تعد الأولى من نوعها تصريحات وصفها الشارع الجزائري باللاعقلانية تقرير نسيما الوافي أثرت التصريحات النارية الأخيرة لوزير شؤون الدينية والأوقاف أبو عبدالله غلام الله حفظة الأئمة حيث استنكروا الخزن ما بين الرقية الشرعية والشعودة ولا ندري استدلال مع الوزير على الشعوذة بالرقية الرقية لها طريق الشعوذة لها طريق آخر مغاير للشعوذة الطريق الذي نتعمده ونفهمه ويفهمه علماء الأمة هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج بالقرآن الكريم تبقى أنه إذا كانت مظاهر في العلاج ليست مخالف لصميم القرآن والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه ببعض الرقى التي كانت قبل الإسلام في الجاهلية قالوا كنا نسترقي فنشفى هذا تفصيل يحتاج إلى تدقيق وتوضيح لأن له ضوابط والنصوص أما أن تشبه الرقية بالشعوذة فطريق الرقية ليس طريق الشعوذة على الإطلاق المواطنون من جهات مستهجنوا واستغربوا لمثل هذه التصريحات واصفين إيها بغريب منطقية والخطيرة حسبهم هذا هو تبقى الرقية الشرعية علاج نفسي وروحي لأمراض السحر والشعوذة ولا تشمل أي شيء غير مباح أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس بتباز عن إعادة فتح التسجيلات في برنامج عدل ثلاثة الذي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مباشرة بعد الانتهاء من استدعاء كل المكتتبين لبرنامج عدل اثنين الذي انتلقت تسجيلاته شهر سبتمبر الفين وثلاثة عشر وجدد تبون خلال زيارته التي باز التأكيد على الشروع تدريجيا في استدعاء مكتتب عدل اثنين بداية من الأسبوع الأول من شهر مايا المقبل لأخذ أوامر دفع الشطر الأول معربا عن ارتياحه لإعادة انطلاق البرنامج الطموح من جديد وتقدر قيمة الشطر الأول بعشر بالمئة من سعر السكن الذي حدد باثنين فاصل واحد مليون دينار جزائري بالنسبة لشقة من ثلاث غرف واثنين فاصل سبعة مليون دينار جزائري بالنسبة لشقة من أربع غرف ويفوق عدد المكتتبين الجدد المسجلين عن طريق الانترنت والمقبولة طلباتهم مبدئيا يفوق السبعمائة ألف مكتتب التفاصيل مع كمال جفال لسجن نفوسهم على انترنت رأنا معهم إن شاء الله في الأسبوع الأول انتعمي شهر ماي يبدو يأخذوا الأوامر بالدفع وفي الخماسي هذا قررت الحكومة أنها تغطي كل طلبات كل طلبات تكون عندها برامج انتحار إلى شأن محلي أصيب أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء تعرضهم لعضات كلب مسعور مساء أمس بمدينة نية الحد بولاية تيسمسيلة حسب مع علم لدى مصدر طبي من المؤسسة العمومية الاستشفائية للمدينة المصابون تتراوح أعمارهم بين خمسة وثلاثة وستين سنة غادر إثنان منهم المصلحة بعد تلقيهما العلاج الضروري فيما لا يزال مصابان إثنان تحت العناية الطبكة وفي شأن دولي أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا وإصابة عشر آخرين بالفيروس وقالت الوزارة في بيان يوم أمس الخميس عن وجود حالتي وفاة بين المصابين من الحالات المرضية المسجلة مسبقا لمواطن يبلغ من العمر ثمانية وستين سنة في مكة ومواطن تبلغ من العمر اتنين وسبعين سنة بمنطقة الرياض فيما أصيب مقيم مصري الجنسية يبلغ من العمر سبعة وربعين سنة يعمل موظف استقبال في مستشفى بجدة إلى هنا نصل بكم مشاهدين إلى ختم الموجز المزيد من أخبار بعد رحضات السلام عليكم